التيمز مش مش فاميليار بيه قوي اماكن بتاعته فافتح انت مرحبا خلاص انا سجلت الوقت ده تمام هنبدأ الكورس بتاعنا زي مقاتلكم بمقدمة دور المساحة في الاعمال اللي جوه المية وايه هي المشاريع اللي ممكن تتخيل ان يكون فيه ربط ما بين علم المساحة والاعمال الهندسية ديت بعد كده هنبدأ نستعرض شوية مفاهيم خاصة به البحر بما اننا بنتكلم في المساحة الماءية يعني احنا بنشغالين في مسطحات ماءية زي ما اقول لكم كمان شوية خصيصا زاهرة التايدز والووتر ليفلز المختلفة والديتمز المختلفة وكمان شوية نبدأ نخش ازاي حدد منسوب الماء وايه الطرق المختلفة المستخدمة في تحديد منسوب الماء سواء طرق قديمة سواء طرق حديثة هنبدأ نقول الكلام ده وكله وما بعد ذلك بإذن الله هنبدأ بقى في مرحلة ازاي اجيب البوزيشنز داخل الماء طبعا ده هنبدأ نستعين بجزء كبير جدا مما تم دراسته قبل كده بس هعدي عليه بسرعة مش هيستوقفني قوي انا هبقى عايز اجدد ونركز على الجديد يعني طرق البوزيشنينج اللي خدناها في سنة اولى اه في سنة اولى في كورس سي اي بي مية وحداشر وسي اي بي مية واثناشر كان عندنا فايف بوينت بوزيشنينج تيكنيكس في حد يرجع بالزمن قوي ويقدر يفكرني كان ايه هي البوينت بوزيشنينج تيكنيكس انا حاليا بتكلم في 2D مش في 3D في 2D فقط هنقسم الشغل بتاعنا الشقيا شقه بيكلم على 2D coordinates وشقه بيكلم على third dimension او height coordinates الheight coordinates طبعا احنا كنا عادنا ترمي كامل بندرس في الميزان والقامة ونزلنا واشتغلنا واخدنا في رؤات المناسيب ما بين النقط وعملنا ميزانيات هل الكلام ده ينفع يتطبق في المية او لا احنتكلم واحناخد فيه جزء مش قليل في خلال الكورس بتاعنا محاضرة كاملة او يمكن اكتر من محاضرة كمان على الجزء ده ايه الاساليب اللي ابدأ احدد فيها المناسيب داخل المية بس احط في دماغك لما بتكلم على مناسيب داخل المية انا لا اعني مناسيب المية نفسها مناسيب المية نفسها هتدرس في بداية الكورس مع جزء تايز والووتر ليفلز والديتامز والكلام ده انا اعني تعيين مناسيب البد داخل المية او قاع المية من تحت خالص واخد بالك من نقطة مهمة قوي البد ده يجوز يكون على بعد متر في الشالو ووترز يجوز يكون على بعد ثلاثة متر خمسة متر عشرة متر يجوز يوصل لكيلو واثنين وتلاتة فاكيد طبعا لما هتيجي تقول لي في الاعماق اللي بتوصل لكيلو مترز ديت اكيد اني مش هستخدم الميزان والقام اكيد عندنا تولز اخرى تقدر تقول لي البد بتاع المية او قاع المية موجود فين تحت سطح المية على بعد اتنين كيلو على بعد كيلو على بعد كيلو ونص الكلام ده كله لازم نتعلم ازاي نوصله لانه هيفقى جزء لا يتجزأ من الاعمال المسيحية اللي هيختلف فقط انك قبل كده لما كنت بتنسب المناسيب كنت بتنسبها لمتوسط منسوب سطح المية فلما كنت باجي اقول لك عشرة متر كنت بتيجي تقول لي عشرة متر معناها اني عشرة متر فوق متوسط منسوب سطح المية اكيد النهاردة انا مش هقول لك عشرة متر انا هيقول لك سالب عشرة متر لان احنا كل المناسيب اللي هنقسها هتبقى تحت متوسط منسوب سطح المية فبالتالي المناسيب اللي كانت بالموجب هتقلب معايا تبقى بالسالب ولو طبعا هتبقى طولز مختلفة تماما عندنا ستة او سبعة تكنيكس مختلفين اقدر اوصل منهم لمناسيب المية في النهاية طيب نرجع تاني الجزء بقى التو دي احنا كده بنتكلم عالمناسيب هتاخد جزء مش قليل طب جزء التو دي جزء التو دي كان عندنا افكركم بمسمياتها سريعا واول ما افكركم بيها هتفتكروا انا بتكلم عن اين كان عندنا اربع طرق شاهرين جدا طريقة اسمها الوفسيتز وطريقة اسمها التايز وطريقة اسمها الانترسكشن وطريقة اسمها البولر وبدأنا نحسب احداثيات بالاربع طرق دولت وكمان شوية اخدنا طريقة خمسة عليهم اسمها طريقة الريسكشن اللي هي كالطريقة كبيرة شوية بقى أبدأ أعمل شغلي شوية زيادة جواها في الآخر أنا كنت بقدر أوصل لإحداثيات النقطة عن طريق النقطة دي كلها هل حد من الناس اللي معايا تذكر شيء من مجرد ذكر المصطلحات اللي أنا ذكرتها ولا ما فيش حد متذكر خالص الكلام ده وات آه شوية دكتور البولر مسانك آه المسميات فقط أنا كده كده الديتيلز بتاعتها هنستعرضها بشكل تفصيلي لما ييجي وقتها في الكورس بتاعنا المحاضرة ممكن الجاية آه نيجي بالمحاضرة الجاية هنستعرضها سريعا والجديد بقى اللي احنا هنبدأ نتكلم عليه بالتفصيل الـ Point Positioning Using GNSS Satellites الـ Satellite Positioning لأن جميع الأعمال المساحية القائمة داخل المياه النهاردة في 2023 لا تعتمد إطلاقا على الخمس طرق التقليدية اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية هي تعتمد بشكل بحث على مساحة الأمار الصناعية إزاي أستفيد من الأمار الصناعية اللي احنا عارفناها كده بالبلد باسم الـ GBS ولكن الـ GBS هو أحد الـ Systems من جوه الـ GNSS احنا بناخد كورس الـ Geodetic Surveying الترمي دو صح سواء لايحة 2018 أو 3 صح ولا غلط لايحة 2018 دكتور بناخد جيوداتك ومفروض 2003 برضو بياخدوا جيوداتك معدي انا معرفة اه بلايخد جيوداتك اه تمام يا اسلام تمام يبقى الـ 2 بياخدوا جيوداتك الدكتور محمد اللي معاكو بيدي الكورس دو دخلتوا في الجزء بتاع الـ Satellite Positioning والـ GNSS ولا لسه موصلتلوش لا لسه دكتور آخر حاجة خدناها الـ Astronomy الـ Astronomy اه يبقى هو هيبقى بعد الـ Astronomy او لا بعد الـ Astronomy هتلاقي فيه Map Projection مثلا وبعد الـ Map Projection في الاخر هيتديك الـ Satellite Positioning فغالبا هنبقى احنا بنتكلم في خلال المحاضرتين بتوع المادتين في نفس الموضوع في نفس الوقت بإذن الله فهتلاقي اللي انت برضو الموضوع ده وقت حيبقى سهل بالنسبة لك اللي انت تلقطس اللي انت تصنعه مرتين مرة هنا هوت ومرة هنا هوت بس كان لازم طبعا نركز على الـ Satellite Positioning لانه هو الاسلوب الاساسي المستخدم فيه حساب الاحداثيات داخل المية في النهاية بقى هنتعلم اللي احنا بنجيب الاحداثيات E و N من حتة بنجيب الاحداثي التالت اللي هو عمق البيت بتاع المية من حتة تانية ندمجهم مع بعض ونبدأ نطلع في الاخر خريطة توبوغرافية للأرض تحت المية شكل المية تحته عامل ازاي سوري مش شكل المية شكل الأرض تحت المية عامل ازاي كأنك بالضبط بتعمل توبوغرافك سيرفيينج زي الكورس اللي انت اخدته في تانية مدني زيه بالضبط بس بدلا ما بنعمله على أرض الواقع برا لأ بنعمله داخل المية في النهاية خالص عايزين بقى نلمي الكلام دوت كله ونوصل لأهم حاجة عندنا في الكورس ما يسمى بالميشن بلانينج ازاي تبدأ تخطط لعملية مساحية داخل المية انا عايز ابدأ اعمل رفع مساحي تفصيلي داخل المية اعملها ازاي بالستيبس واحد اتنين تلاتة اربعة وايه التولز اللي انت هتستخدمها لاني هبقى اعرض عليك شوية مشاكل في المشاكل خلال المشاكل ديت وانت بتبص عليها كل مشكلة هتبدأ تستبعد لك في احد التولز اللي ممكن استخدمها انا هعرض عليك ستة سبعة تكنيق في خلال الكورس انت في الآخر اللي هتختار تقول لي المنطقة دي انا هشتغل بالتكنيق ده المنطقة دي لا التكنيق ده غالي شوية وفيه تكنيق أرخص منه هو ينفع يبقى خلينا في المنطقة دي بالتكنيق دوت وهنعمل واحد اتنين تلاتة اما في المنطقة دي هنعمل تكنيق تالت طب اجمعهم مع بعض ازاي في الآخر نعمل كذا 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 ده اللي عايزين نوصله في الآخر ده دور المهندس في التخطيط للاعمال المساحية داخل الميا ده الهدف الاساسي من الكورس في الآخر اللي احنا نطلع بالكلام دوت في سبيل اللي احنا ناخد الشغل بتاعنا بعد كده بقى وندي للناس بتقول الهايدروجرافي البيور اللي هما بقى بيبدأوا ينتجوا فيما يسمى بالنوتيكال تشارت النوتيكال تشارت زيت اللي هي من الآخر بديها للراجل اللي سيقستفينة عشان يقدر يتحرك جوه الميا يعرف هو رايح يمين ولا رايح شمال اتحرك ازاي المنطقة الدقيقة فيها خطورة المنطقة دي ما فيهاش خطورة عماق الميا سرعة الصوت داخل الميا هنبدأ نشوف سرعة الصوت داخل الميا انا ابدأ ادرسها ازاي او ابدأ اعرفها ازاي وهنبدأ نتعرض لشوية مسائل في خلال الكورس الكورس ليس في طبيعته انه كل مسائل الكورس يكون 50% مسائل و50% نظري واللي امتحان هيبقى هكذا طبعا ممكن في حدود قول 60% منه هيبقى مسائل و40% نظري هننقش اللي امتحان في اخر محاضرة أي Go 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 هنجيب الدرجات وهنعمل بروف قبل امتحان الفاينال فيما يسمى امتحان الميت ترم طبعا اكيد انتوا عارفين قصة امتحان الميت ترم ليه هنعمل امتحان الميت ترم تاني بسبب تقسيمة اعمال السنة فقط لان احنا عندنا عدد من درجات اعمال السنة حتى هذه اللحظة اعمال السنة بتاعتك كلها هناك عند راي فلو سيبنا الميت ترم عند راي بس هتلاقي اللي انت ليك مثلا 30 درجة من ال 40 في راي و 10 درجات بس معنا فهي نسبة unfair فبالتالي هنضطر نعمل ميت ترم تاني مش فيما عادو ميت ترم هيبقى مش في اسبوع ميت ترمات لأ ده هيبقى اخر اسبوع لينا باذن الله مع بعض هنعمله في خلال السكشن بحيث لو هيبقى تطبيق لليك قبل الفاينال وهيبقى فعلا قريب من شكل الفاينال جدا عشان نبدأ نشوف المستوى ونتعود على شكل الامتحان عامل ازاي طيب نبدأ باذن الله واحدة واحدة كده هوت كده المفترض اكدوا عليها معلش بس ان السلايد قلبت عشان بس اتأكد ان انا ماشي صح كده الس صح؟ هاي دكتور تمام طيب في بداية طبعا انا هلخص الكلام اللي احنا قلنا اللي فات دوت فيه ان علم المساحة المائية زي ما انتو شايفين احد افرع المساحة اللي بيدعم الوف شور انجينيرينج ومن هنا خلينا نتفق على مصطلحين مهمين جدا جدا ما يسمى بالانشور وما يسمى بالوف شور انشور يعني انت على الشط اوف شور يعني انت مش على الشط انت جوه المية فاول ما اقول لك كلمة اوف شور تعرف اللي انا بكادمك على حاجة جوه المية انشور يعني انت برا المية انت على الشط من برا او داخل الارض عمتا كأنك بتشتغل بالاعمال المساحية التقليدية فالكلمة اللي احنا مهتمين بها حاليا قوي اوف شور اوف شور يعني انا جوه المية فعلم المساحة المائية هو العلم أو فرع من علم المساحة اللي بيدعم أي مشروع هندسي يتم تنفيذه داخل حدود المسطحات المائية طبعا دوت يشمل عدد كبير جدا زي ما انتو شايفين كده صور تقريبية لعدد محدود من المشاريع مثال لأي منشأ انت بتبنيه داخل الميا المنشأ دوت بيبدأ من أول حاجات بسيطة زي مصدات الميا اللي انت شايفها ديت مصدات الميا احنا بنشتري فيها كمساحة اه طبعا وحتعرف ازاي كمان شوية مرورا بيه اي كباري بتبني جوه الميا وطبعا المنظر طبعا نشوفه كتير جدا جدا سواء على ارض الواقع سواء في الافلام بتلاقي كباري قائمة داخل الميا والأواعد بتاعتها متنفذة جوه الميا اكيد في يوم من اللي ايام جه في دماغ حد مننا ايه ده الاواعد دي تنفذت ازاي جوه الميا الاواعد برا الميا دي ليها قصة كبيرة جدا لتوقيع او عمل الاعمال المساحية لتوقيع الاواعد طب هل جوه الميا المساح ما بتشتغلش بيخش وكده يوقعوها بالبركة ويالله نبني العمود عشان نعمل الكبري اكيد لا اكيد العملية برضو هي مية في المية زي ما بتتم برا الميا فلذلك ده بيظهر دور المساحة حتى في بونال كباري الاواعدها داخل الميا طبعا احد الابليكيشنز الاخرى هي وجود البيبلاينز اللي انا زي ما بقول لك كده هو عندي مصورة ميا مثلا وعايز ابدأ صوري مش مصورة ميا بقى خلينا نتكلم انا كده كده جوه الميا مصورة غاز طبيعي او مصورة بترول وعايز اعمل لها ليه قوت جوه الميا عشان تعبر من دولة الى دولة اخرى فعملية اللي انا احط المصورة مش باخد السفينة ويالله هبا حط البيب هنا هوت والدنيا ماشي فيها لا الموضوع ما ينفعش كمشي كده خالص المصورة لما تنزل وتتحطي في مكانها لازم تتحطي بنسبة اكيرت مية في المية زي ما اتعمل لها ديزاين بالزبط حتى لو انحرف التنفيذ عن التصميم بنسبة قليلة نتعامل معاه زي ما هنشوف كمان شوية برضو بالاعمال المسيحية هتتم ازاي برضو غير الكابلات كتيرة جدا بتمروا جوه المياه واكيد سمعناها كتير جدا في نشرات الاخبار يقولك قطع خط قطع الكابلات التي تمر من مصر الى مش عارف ايه والمرة خلال البحر المتوسط سمعنا المصورة هتا كتير جدا هي فيه كابلات مشى جوه المية اه طبعا فيه كابلات مشى جوه المية افرد ان فيه كابل بيمر من دولة لدولة تانية ولازم يعدي في المية ما يعديش لا طبعا هيعدي جوه المية عادي خالص بس ما ينفعش برضو انزل احطه في اي مكان لازم يتحطي في المكان اللي انا هعمله ديزاين على اساسه بالزبط مش احطه في اي مكان ما طبعا عندنا برضو احد الابليكيشن الرئيسية ما يسمى بالسي فلور شارتينج وده زي الصورة اللي موجودة تحت على الشمال دي الصورة اللي موجودة تحت على الشمال دي كأني عملت 3D موديلينج بس لو خدت بالك 3D موديلينج بدل ما انا كنت بعمله فوق المية انت عملته تحت المية نفس اللي كنت بعمله في سنة تانية بالزبط من خلال عمل على فكرة الخطوط اللي ظاهرة قدامك دي هي خطوط كنتور بس خطوط كنتور دي بتمثل قاعل مية شكله عامل ازاي هل حد واخد باله ان فيه اي اختلاف بين خطوط كنتور دي وخطوط كنتور اللي احنا رسمناها في سنة تانية عايز من انحين لاخر حد بس يشترك معايا في الحوار عشان خاطر نفوق مع بعض ونبقى حاضرين ونتغلب على مشاكل المحاضرات الانلاين حد يشايف الرسمة اللي تحت على الشمال دي هي عبارة عن خطوط كنتور زيها زي اللي رسمناها في تانية مدني هل حد يشايف ان خطوط كنتور دي شكلها متغير عن اللي احنا رسمناها قبل كده لا يا دكتور تعتبر هي نفس خطوط كنتور الاختلاف الوحيد اللي احنا قلنا قبل كده كنا بنكتب الاندكس على خط كنتور بالموجب النهاردة هنكتبه بالسالب لان مليون في المية ان مناسيب المية او مناسيب قاع المية دي هتطلع بالسالب لانها تحت منسوب المية مش فوق منسوب المية فهو ده الاختلاف الوحيد اللي هيبقى عندنا عايزين نوصل للكلام دوت ازاي وحنزل لكم كمان مسألة في الاسايمنت اتأكد اللي انتم فاكرين ازاي ترسموا كنتور ما هو ما بيش مهندس ينفع يتخرج من اشغال عامة وما بيعرفش يرسم كنتور ايا كان بقى هو مهندس ايه مهندس مساحة عليه في خلال الكورش دوت في الاخر اللي انا انا نزل لكم مسألة في الاسايمنت اللي انا جيب لكم انا سيب لكم انا سيب المية ونبدأ نرسم في خطوط الكنتور تاني عشان خاطر نتعود او نبدأ نسترجع ازاي كنا بنرسم خطوط الكنتور في النهاية زي ما انتم شايفين كده هوت المساحة مشتركة في اعمال كتيرة جدا زي ما استعرضناها كده قائمة داخل المية استعرضنا كله حتى في عملية الدريدجينج دريدجينج ديت المقصود بي عملية التجريف داخل المية احيانا كتيرة جدا باضطر اللي انا اجرف التربة داخل المية او الارض تحت المية فبالتالي التجريف مش بنزل المكان اتجرف في اي مكان وخلاص لا ده لازم حدود التجريف يتم توقيعها توقيع مساحي ضقيق عشان تتم العملية بشكل هندسي سليم في النهاية طيب تعالا كده هو نتكلم على اقتر اقرب حاجة نبدأ نشرح بيها دور المساحة في المية وموضوع مهم جدا انا مهتم اللي احنا نكون فاهمينه لانه موضوع اساسي وحنحتاجه في اي حاجة من الوقت حيشتغل في المساحة حيتعرض في يوم اللي يامن ومطلوب منه توقيع احد العناصر الانشائية داخل المبنى خدنا في سنة ثالثة مدني في كورس تانية او تالت انا مش متذكر اعتقد الليحة القديمة بياخدوها في سنة ثالثة واللائحة الجديدة بياخدوها في سنة ثانية كورس المساحة الهندسية اه زي ما بقولكم كده بيتدرس في سنة ثانية في الليحة الجديدة وتالتة في الليحة القديمة خدنا درس كامل اسمه التوقيع المساحي حصل الكلام دوت ولا ما حصلش هوا يا دكتور حصل يا دكتور بالزبط كده هو طيب عايز حد منكم يقولي سريعا كده هو احنا في سنة رابعة والمفترض مستوح ورنة المساحي كبر خلاص انت واحد خدت كورسات كتير في المساحة اصبحت قادر على اللي انت تتكلم بشكل هندسي سليم انت واحد يفصلك عن اللي انت تبقى مهندس اكشول انجينير في السوق اشهر بسيطة جدا بإذن الله فلما ييجي حد يقولك قل لي ايه الفرق ما بين الرافع المساحي والتوقيع المساحي حد يقدر يقولي باسلوب هندسي سليم الفرق بين الرافع والتوقيع الرافع يا دكتور ان احنا عايزين نرفع البيانات اللي قدامنا على الارض الواقع عايزين نحطها في خريطة برافو برافو التوقيع ان احنا معنا في خريطة عايزين بقى نطبق في ارض الواقع ومطلوب مني حساب احداثياتها حتى اصبح في قدرتي اني ارسم منها لوحة ففي الاخر انا عايز انقل ما هو على ارض الواقع الى لوحة في النهاية اما التوقيع المساحي العكس انا رفعت مساحة في الاول وديت لمصممين زي الناس بتوع الطرق الناس بتوع الصحية الناس بتوع التربة الناس بتوع الانشاءات قعدوا يعملوا في التصميم الهندسي بتاعهم فقرة من الزمن وفي النهاية وصل بديزاين بس جاه حاليا احنا في مرحلة الديزاين اللي تم تصميمه على لوحة الاوتوكاد اللي انا اددهاله مطلوب مننا اللي احنا ننزل ننزله على ارض الواقع في نفس المكان بالضبط كما تم تصميمه العملية دي اللي هي بقت from map to field حاليا اصبح العنصر موجود على اللوحة وعارف احداثياته ولكني مش شايفه قدامي على ارض الواقع فلذلك مطلوب مني اللي انا انزل اشوف مكانه فين على ارض الواقع بالضبط هي دي عملية التوقيع المساحي فتعالك كده هو نستعرض دور المساحة في احد المشاريع الهندسية البسيطة اللي انا مثلا بعمل offshore structure مكون من مجموعة اواعد ومجموعة اعمدة وهكذا 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 زي ما تعودنا طيب طبعا احنا خدنا foundation المفروض واصبحنا قادرين على معرفة اللي احنا عندنا اواعد مفاصلة عندنا اواعد متصلة عندنا رافت للمنشأ كله عندنا ما يسمى بي الـ او الخوازيق هل حاليا احنا في المرحلة دية على علمي بما يسمى الخوازيق ولا مش على علمي بالخوازيق وعضيك بالنسبة اللي احد الفين وانتاشر فيه كورس foundation بس لسه الترمج جاي فالسه والفين وثلاثة بياخدوا الـ الترمج جاي برضه الترم التاني جميل قوي خلص هناخد الكلام ده بيذن الله فيه الترم التاني اللي هاخدوا منه بس دلوقتي او اللي محتاجوا ان اغلبية الاعمال القائمة داخل الميا بتتم على ما يسمى الخوازيق انا بعمل الاول الخوازيق وبعد ما بعمل البايلز بتاعتي او الخوازيق ببدأ اعمل الاواعد فوقيها بعد كده هو بحيث ان هي الخوازيق دي كأنها بتاخد حمل المنشأ تنزل بيه لغاية التربة الصالحة للتأسيس تحت خالص وابدأ انقل الحمل عليها واحدة واحدة حاجة شبيها بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده طيب تفتكر كده هو في خلال وضع البايلز داخل الميا هل يجوز ان قاعدة خرصانية تتحرك من مكانها ولو اتنين تلاتة سنتي هل الموضوع دوت قابل للجدال اي حد منكم انتوا نزلتوا ترينيجز اكيد في خلال الاجهزات اللي موجودة اللي فاتت وشفتوا المواقع الانشائية ماشية ازاي هل يجوز في اي موقع انشائي من المواقع الانشائية اللي احنا كنا فيها اسمح بسماحية ان قاعدة تتحرك من مكانها او عمود يتحرك من مكانها واثين سنتي هل الكلام جائز لا يا دكتور طبعا اكيد غير جائز تماما بعض الاعمال بتوجيز لك اللي انت تحرك النقطة اللي مطلوبة منك مسافات ولو قليلة زي مثلا لما بيجي واحد بتاع تربة الناس بتوع الصير بيطلبهم مننا اللي احنا نديهم اماكن الجسات اللي مطلوب اخدها على ارض الواقع الجسات دي عبارة عن مكانها بتيجي كده بتنزل تاخد عينة من التربة عشان نبدأ ندرس التربة ديت ونشوف انواع الواعد ونوع التربة ولا يحصل احلال ولا مش يحصل احلال اعمل اواعد عادية ولا خوازي الكلام دوت كله طيب تفتكر لما انا انزل كاعمال مسيحية انزل مكان الجسة لو نزلت مكان الجسة بعيد عن مكان الحقيقي مسافة ربع متر ولا نص متر هل حد متخيل اندعم الازمة في حد فيكم متخيل اني لما غير مكان الجسة ربع متر ولا نص متر فيها ازمة كبيرة لا مفاش ازمة من اخر دي جسة دي عينة تربة اللي قوت بتاعها اصلا تم بشكل تقريبي عشان اغطي الارض فلما اجي اقول لك انا هغير ههرق مكان الجسة عشرة متر كثير قوي لكن ربع متر ونص متر دي مش ارقام اي مش كيلة خلاص لو انا النقطة مش ربع متر حلو حلو هتتاخد الجسة وستبقى زال فل ويتم المشروع بشكل سليم اما في الاعمال اللي بنتكلم عليها دلوقتي ما تختص بوضع منشأ خرصاني او حديدي مكون من اواعد واعمدة وكاميرات وبلطات سماحية الصانتي والاثنين صانتي اصبحت غير موجودة انت لازم توصل لمكان الالمنت بالظبط بايل زي اللي قدامك دوت لازم ينزل في مكانه داخل المية في مكانه بالظبط بلا سماحية تسمح باي ثلاثة صانتي ولا اربعة ولا الحاجات البسيطة قوي بنسميه ما يسمى بي ازاي اعمل داخل المية لو خدت بالك العملية بتتم على اربع مراحل زي ما انا مواريكم كده هو المرحلة الاولانية بتتم عن طريق اللي انا ببدأ اللي انا انزل بالمكانة بتاعة وتنزل تحفر جوه شدة يعني بعمل الشدة بتاعتي شدة نزلت حطتها في المية زي ما انتو شايفين في اول رسمة ونزلت المكانة بدأت تحفر جوه الرملة زي ما انتو شايفين بالمنظر اللي ظاهر قدامكو دوت عشان في الاخر افضي المكان داخل الكيسنج اللي انا حطيته عشان انزل فيه بالمرحلة التانية اللي انا ابدأ انزل بالحديد بتاعي وبعد اروح للمرحلة التالتة اللي انا ابدأ انزل بالخرصانة بتاعتي الخرصانة اللي حتنزل وتطرد المية برا اول ما تنزل وبعد كده اثيب الشدة بتاعتي تنشف واول ما الخرصانة بتاعتي تنشف ابدأ اعمل عملية ان كيسنج اشيل الشدة وابدأ اخش في البيل التانية والبيل التالتة والبيل الرابعة طبعا كل زي ما احنا شايفين كده دور المساحة هو دور أساسي في عمل العملية دي ما هو مكانك كيسنج نفسها الشدة عمرها ما هتنزل في مكانها السليم إلا لو في حد بتاع مساحة قال لها ده مكانك السليم أنا مش هاخد الشدة واندر رح اضطها في أي مكان لأ لازم متابعة دورية مقصود بي ايه مقصود بيه ما قبل التنفيذ في عملية سيتنج أو التوقيع مساحي لمكان الشدة بالضبط اللي هتنزل فيها البايل فاونديشن بتاعتي طيب أثناء التنفيذ مليون في المية لازم برضو أتابع عملية التنفيذ لعشان أعمل ما يسمى بالكواليتي كنترول أو الأوبريشن كنترول أنا عايز أسيطر على أي أرور من المحتمل إن هو يبدأ يحصل معايا طيب العملية الكواليتي كنترول بيتم إزاي أنا وقعت مساحيين النقطة نزلت المكنة اللي بتعمل حاطة الكيسنج وبدأت تعمل الدريلينج بتاعتها طيب أنا ميبي المكنة دي أول نزلت بالكيسنج الكيسنج نزل في مكان غلط في المرحلة ديت مطلوب مني إن أنزل أرفع الكيسنج اللي نزلت فيه أرض الواقع وأقارنها بالدزاين لو فيه فرق طبعا الكلام ده بيتم مع توتال استيشن بشكل أوتوماتيك وأنا في الموقع هعرف الكلام دوت هروح قايل للناس اللي بتنفذ لا خد بالك الكيسنج دي مش في مكانها اللي أنا عايزه دي بعيدة عن مكانها مسافة 10 سنتي أنت محتاج تحركها قدام 10 سنتي كمان شوية لا ده انت رجحت 15 أنت محتاج ترجعها تاني 5 سنتي في الاتجاه التاني دي اسمها عملية الـ Operation Control ببدأ عن طريق متابعة عملية التنفيذ بالأجهزة المساحية بتاعتنا اللي هو من الجهاز المستخدم في متابعة أعمال التنفيذ هو Total Station فقط هو المسؤول عن متابعة أعمال التنفيذ داخل المية بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه دوت في النهاية بعد ما مكانت كيسنج بقى سليم بدأت اللي أنا أحط الحديد وصبيت وعملت بايل والتاني والتالت مع نهاية عمل الـ Piles لزيادة الأمان ولخطورة الموقف لأن المنشأ بتاقي ده منشأ كريتكال جدا مع وضع في الاعتبار أن نخط بالك أصلا الناس بتوار الخرصانة الموضوع بالنسبة لهم هم وضعين في الاعتبارات حاجات كتيرة جدا أكيد أنتوا أعوير قوي أن الخرصانة أنواع وببدأ أخطار الخرصانة اللي ستصبب جوا المياه لازم تكون خرصانة لها بعض الكاركترستيكس المعينة اللي هتخش وستحمل المياه وهيبقى لها مع الزمن الكلام ده كله بعد ما يتأمن ستيل أنا عايز أأمن مساحيا ثبات الـ Structural System فبدأ أعمل العملية الثالثة في النهاية اللي هي ما تسمى بالـ As Built Survey ليه العملية الثالثة؟ لأن العملية الأولى كتعبارة عن عملية التوقيع المساحي ما قبل التنفيذ العملية الثانية متابعة أعمال التنفيذ عن طريق اللي أنا أبدأ أحرك الرجل أقول له لا أخد بالك أنت صح أنت غلط العملية الثالثة بعد الانتهاء من التنفيذ تماما أبدأ أعمل إيه؟ أعمل رفع مساحي للـ Piles اللي تم تنفيذها على أساس أن هي موجودة ومش معي خريصة دي هتقول لي ما أنت معاك Design Maybe وأنا بعمل عملية الـ Operation Control ما أدبتش أسيطر على الـ Pile بشكل 100% مطلوب مني قبل ما أخش في الـ Stage رقم 2 بعد ما حطيت الخوازيق اللي أنا أقول للراجل بتاع الـ Structure خد بالك العمود ده الـ Actual Location بتاعه أهو والـ Actual Location بتاعه أهو طيب أنا المسافة بين الخزوئين دولت على اللوحة كان المفترض تبقى 50 متر بصيت على أرض الواقع بعد ما عملت أعمال الرفع المساحي بعد التنفيذ لقيتها 50 متر و 5 سنتي فيه error حصل في التنفيذ مقداره 5 سنتي أنا كبتاع مساحة مش مسؤول عن الحكم عن سلامة الكلام دولت أنا بقول للراجل الإنشائي خد بالك إن ده الـ Actual Location هل ده يؤثر على سلامة المنشأ إنشائياً ما بعد ذلك ولو حيأثر عليه شوف إيه اللي انت تقدر تعمله وتعدله في الـ Design عشان خاطر نزبط ما تم تنفيذه ده ما يعرف بيك عملية الـ As Build Survey بعد ما طلعت فوق سطح المية طبعاً استكمال الأعمال المساحية حيتم بشكل طبيعي جداً كما تم تناوله قبل ذلك قبل كدهوت في الكورسات بتاعتنا اللي احنا خدناها في المساحة طالما طلعت برر المية خلاص الموضوع أصبح سهل طيب النوع الثاني من طرق تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل المية وده النوع منتشر جداً وممكن يكون أي حد مننا شافه بيتنفس في يوم اللي يمقى وبس على فيديو على اليوتيوب ما يسمى بالكوفر دام الكوفر دام عبارة عن إيه؟ الكوفر دام عبارة عن شاسيه غالباً من الصاق زي ما انت شايفه كدهوت الشاسيه دوت بينزل في المكان المطلوب منك عمل أعمال إنشائية جوه المية فيه فبنبدأ نعمل أعمال توقيع مساحي مش للأواعد ولا للأعمادة ولا للخوازي أنا بعمل أعمال توقيع مساحي للكوفر دام بتاعي ده اسمه الكوفر دام أبدأ أقوله خب بالك المنطقة دي هي المنطقة اللي أنا هشتغل فيها يبقى أنا أبدأ أنزل الكوفر دام في المكان ده طيب بعد ما نزلت الكوفر دام بتاعي في عملية اسمها الكوفر دام درايفينج أبدأ اللي أنا أنزله طبعاً فيه مخصصة للكلام ده اللي هي تدرايف الكوفر دام جوه المية عشان ينزل لغاية لما يوصل لك القاع المية ما بعد ذلك بعمل إيه؟ ببدأ أعمل عملية ووتر بامبينج آوت كل ما هو مائي داخل الكوفر دام مطلوب مني اللي أنا أبدأ أعماله بامبينج آوت أترد المية بره زي ما انت شايف كده هو توضح لك في الصورة شوية مواسير وفيه بامبات طبعاً مدخات المدخات دي بتبدأ تسحب المية وتطلعها برا بحيث في النهاية لما تيجي تبص جوه الكوفر دام تلاقي حواليه مية أما المنطقة اللي جوه لأ هي منطقة أصبحت طربة زيها زي الطربة اللي واضحة قدامك على أرض الوقع في الصحاري برا خالص بلا أي مشاكل استكمال أعمال التنفيذ يتم بشكل تلقائي زي ما احنا تعودنا عليه بالضبط أعمال التوقيع المساحي أعمال متابعة التوقيع المساحي زي ما شرحنا أبعد قبل كده هو وفي النهاية المرحلة الثالثة كما هي بالضبط عملية الآز بيلت سيرفي يبقى ده النوع التاني من كافية التعامل مع المواقع الإنشئية أو الأواعد داخل المية النوع الأول قلنا اللي احنا بنعمل البايل فونديشن بنزل الخوازيق بتاعتي النوع التاني زي ما انت شايف كده هو أبدأ أعمل الكوفر دام بتاعي وأبدأ أبام بقاوت المية برا وأبدأ أحط الحديد في الأماكن بتاعته المفصصة والأعمدة وكل اللي انت عايزه تنفزه كأنك بالضبط بتنفز أعمال خارج المية بلا أي مشكلة النوع التالت طبعا المستخدم بكسرة بس يعني التشغيل بتاعه مش سهل خالص التشغيل بتاعه بيبقى صعب ما يسمى بالكايسونز ايه هو الكايسونز عبارة عن زي ما انتو شايفين كده هو خرصانة سابقة الصبر الخرصانة دي مظبوبة برا احنا خدنا المفروض البركاست كونبريت في الخرصانة الكلام ده صح ولا لا خدنا البريكاست كونبريت ولا لا عشان ابقى بس معاكو على نفس الخط في الحوار لا دكتور لا ما خدنهاش لسه ما خدنهاش بس اعتقد طبعا انت ما خدتهاش يبقى مليون في المية انت لسه نقص لك كورس الخرصانة في الكلية الكلام ده صح ولا غلط اه مظبوطة دكتور تمام اه يبقى اكيد هتاخدها في اخر كورس الخالص اللي هي الخرصانة سابقة الصب زي ما انت شايف كده هوت العمود تصب برا العمود تصب في المصنع ما تصبش في المية بعد ما العمود تصب في المصنع بالتسليح بتاعه انا نقلت العمود على ناقلة سفينة كبيرة جدا بتبدأ تشيل العمود على ناقلة زي ما انت شايفها كده هوت وتبدأ الناقلة ده تتحرك لغاية مكان الاعداء التقريبي وتبدأ الاعمال المساحية في عملية الاوبريشن كنترول ازاي ابدأ انزل الاعداء ده بحيث انها تنزل في مكانها بالزبط عن طريق الاعمال المساحية وطبعا بعد ما بتنزل الاعداء بتاعتي برضو بعمل لها عملية الاسبرت سيرفي هناخد بالنا ان الطريقة الثالثة ده غير شاملة المرحلة الاولانية دي شاملة المرحلة الثانية والثالثة على طول لان المرحلة الاولانية كانت مختصة بيه الـ Pre-construction sitting out حاليا انا ما عنديش Pre-construction العمود تم صبه برا على ارض الواقع برا وبعد كده انا قلته للمية لذلك انا كنت فقط رقم اثنين دخلت فيها على طول بشرف على توقيع او على تنفيذ العمود ده والداخل المية وما بعد ذلك ببدأ اعمله رفع في صحي بعد ما عملية sinking down sinking down بينا في اسمها sinking يعني انا بغرقه جوه المية بحيث اللي هو ينزل مكانه ويبدأ يتحط في المكان الطبيعي بتاعه ده حاجة سريعة كده هو تكنا بنقولها عشان خاطر تبدأ تتأكد وتعرف ان المساحة ليها دور كبير جدا في الاعمال الانشئية اللي جوه المية واحدة واحدة هنبدأ كمان ناخدك لابعد من الاعمال الانشئية الاعمال الانشئية طبعا most probably على اغلب الظن هي بتتم على المناطق القريبة من العمار يعني اكيد انت قريب من الشط اكيد انت يا دوبك بتعدي من ضفة نهر النيل للنحية التانية حاجات كده هوت ولكن اكيد انا مش جوه المية في وسط المحيط الهندي او وسط المحيط الاطلانتي او وسط المحيط الهادي وهعمل كبري هيبقى الاعمال المساحية المطلوبة مختلفة في الحالة ديت نبدأ نخش طبعا بقى في الموضوع التاني اللي عايزين نتكلم عليه اللي هو موضوع التايدز اللي انا عرفت منه كل اللي انتو خدتوه وخدتو عنه فكرة كويسة جدا هبدأ استعرضه بشكل سريع ووقفوني لو فيه اي حاجة مش واضحة فيه لكن حاليا انا هبدأ اتعامل اللي انتو فاهمين يعني ايه تايدز في خلال الكلام بتاعنا طبعا التايدز او المعروف بمصطلح المد والجزر زي ما انا كاتب لك كده هو الريز والفوز الارتفاعات والانخفاضات لمنسوب المية طيب ايه اللي يخلي منسوب المية ينخافض او يرتفع بيقول لي بسبب دوران الارض بسبب ان الارض بتدور بس ده بسبب ان الارض بتدور ويوجد ما يسمى بالجرافيتاشنال فورسز الفورسز اللي جاية من الجاذبية طب ايه اللي يخلي فورسز جاية من الجاذبية اكيد في جسم تاني بيتحرك مع الارض بيأثر عشان خاطر يخليلي الافاكت ده وده الأكشوال كيس فعلا أنا عندي جسمين حركتهم أو حركة الأرض بالنسبة لحركتهم هي اللي بتبدأ تعملي ما يسمى بالتايدز الجسمين دولت هو عبارة عن المون أو الأمر والسن اللي هو الشمس علاقة الأرض بالأمر وبالشمس هي اللي بتأثر بشكل مباشر على اختلاف منسوب المية الريزز والفولز اللي بتحصل وبتمثل المد والجزر ومن هنا نأكد إن الجسم الأقرب هو اللي بيأثر بشكل أكبر فبما إن المون أو الأمر قريب من الأرض بشكل أكبر من الشمس لذلك هتلاقي إن تأثير الأمر على الظاهرة بتاعة المد والجزر أكبر بكتير من تأثير الشمس على ظاهرة المد والجزر كريباً بنتكلم زي ما هقولك كمان شوية تأثير الشمس تقريباً نصف تأثير الأمر على ظاهرة الجاذبية طيب عرفنا كده هوت سوريا على ظاهرة المد والجزر مش الجاذبية عرفنا كده هوت إيه السبب اللي يخليلي المد والجزر يحصل إن الأرض ببدور وقريب منها الشمس والأمر فبيسببه ظاهرة ما تخلي استفاع المية يختلف طيب بيختلف إزاي بياخد أنهوميكانيزمة في الحركة بيقولي اللي بنتكلم عليها دي بتسبب إن الأرض والمية اللي موجودة بتاعتها طبعاً هي جزء من الأرض يعني إيه بلجي أوت تبدأ تسحبها كإني اديتك حاجة مططية وبتسحبها مني لما تيجي تسحبها مني بنسمي دي بلجي أوت يعني إنت بتبدأ تسحبها تشدها مني فبسبب الطايد الفورس دي بيبدأ الشمس والأمر يسحبوا المية من الأرض السحبة دي بتسبب إن المية منسبها بيعلى طب السحبة دي بتظهر إمتى أو بتظهر فين عشان نبقى أكثر تحديداً بتظهر في الأماكن القريبة قوي قوي من الشمس والأمر والأماكن البعيدة قوي من الشمس والأمر يعني إيه تعالوا كده هو تبصوا على الرسمة اللي أنا حاطتها على اليمين تحت الأنيميشن اللي ظهر على اليمين عايز بس أتأكد منكم هي بتعمل قدامكم أنيميشن ولا هي سابتة بتعملها يا دكتور جميل قوي تعالوا كده هو تنبص عليها لو أنت شايف الأرض بتلف والأمر طبعاً بيلف بس في النقطة اللي أنا بدرسها هي النقطة اللي أنا مطلع منها خط ديت النقطة ديت لو خدت بالك هي بتبدأ بص تلف 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 أول ما تقرب من الأمر إيه اللي حصل لمنسوب المية؟ كان عالي جداً جداً بدأت تبعد 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 تنسوب المية حيكون فيه أقصى قيمه المكان الأريب جداً من الأمر مطلح منحات الليزر كده هوت والمكان اللي قدامه الناحية الثانية اللي اتنين دولت بيمثلوا المكانين اللي الطايد فيهم عالي طيب فين مكان الطايد واطي؟ لا تسعين درجة عليه بقى لو أنا عندي هنا الطايد عالي وهنا الطايد عالي يبقى يمين يعني أنا لو فوق وتحت عالي يبقى يمين وشمال هو الواطي وده بيترجم في الظاهرة اللي موجودة قدامك ده ويدي زي ما انت شايف كده هو اليوم الطبيعي أو جلسة عن يعرف أنواع التايدز هو عبارة عن اتنين هاي تايد واتنين لو تايد الاتنين الهاي تايد ده بيحصلوا إمتى؟ لما الأرض تبقى في نفس الخط مع الأمر قريب جداً من الأمر أو بعيد جداً عن الأمر بس أنا في نفس الخط أما لو أنا عامل زاوية 90 درجة مع الأمر معنى كده اللي أنا عندي لو تايد فأي نقطة في الأرض هي بتعدي في أربع مراحل خلال اليوم أو هنشوف كمان شوية مش كل النقط actually بيبقى الجراف بتاعتها بالمنظر ده ولكن ده اليوجول كيس يعني اللي هم نتكلم فيه اتنين بيكس فوق واثنين بيكس تحت فيه وقتين هتلاقي إن فعلاً النقطة على استقامة الأمر وفي وقتين النقطة مش على استقامة الأمر النقطتين أو المعادين اللي النقطة على استقامة الأمر بيحصل فيهم هاي تايد بالمنظر ده في حين إن النقطتين اللي مش على استقامة الأمر بيحصل فيهم اللو تايد بالمنظر اللي قدامك ده طبعاً ده شكل بيبين لك قوي قد إيه ظاهرة المد والجزر ممكن تكون مؤسرة بشكل كبير جداً متخيل الصورة ده يتمتخده في سنة 2010 من مكان اسمه بلاكبول في بريطانيا طبعاً زي ما انت شايف المكان هو المكان رغم اللي أنا للوهلة الأولى بالنظرتي للرسمة هل حد كان يتخيل إن المكان هو المكان؟ إطلاقاً ده هتقول لي إزاي المكان ده هو المكان ده؟ ده ده جوه المية أما هنا هو اللي على الشمال ده فيه مصاطب والدنيا راملة والناس ماشية بتلعب والدنيا حلوة قوي أقول لك هو المكان ده هو المكان ده الفرق إن ده كان لووتر أو لو تايد أما ده كان الهاي تايد متخيل في يوم واحد فرق منسوب المية خد المية من المكان البعيد قوي ده وصل به لغاية لما وصل للمساطب ده طبعاً المنظر اللي قدامك ده هو منظر وظاهرة لا يمكن إهمالها إطلاقاً ده موضوع خطير جداً لازم أحطه في الحزبان وأقدر أستنتج وأدرس منسوب المية توصل لغاية كام منسوب المية النهاردة كام بكرة كام بعده كام عشان أبدأ أعمل ديزاين الشط بشكل سليم وله أحط عوامل أمان لكل حاجة موجودة في الشط أحطها بشكل سليم جداً طيب ده شكل توضيحي اللي إحنا كنا لسه نتكلم عليه السليد القابل اللي فاتت وتعريف التايد جيت قلت لك إن لما تكون النقطة اللي أنت بتدرسها على استقامة الأمر بالمنظر ده حتلاقي إن التايد عالي نفس الكلام قدامها الناحية التانية حتلاقي التايد عالي طيب فوق وتحت لا حتلاقي التايد واطي طيب الناحية التانية لو الأمر تسيبت من الشمس ده رجل ما ببصش عليها لو أنا بدرس الأمر وهو في الاتجاه ده حتلاقي العكس العالي بقى فوق والعالي بقى فوق أما هنا هو تبقى الواطي والواغي بس خد بالك الكلام اللي أنا بقول هو لك ده يسري على الأمر وكذلك يسري على الشمس معنى كده اللي أنا عندي two effects منفصلين عندي اتنين تايد منفصلين تايد اسمها solar type جاية من تأثير الشمس تايد تانية اسمها lunar type جاية من تأثير الأمر ولو خدت بالكو في الرسمة اللي باللون اللي ازرق الفاتح قوي ده ده اللونر اللي باللازرق اللاغمق منه سنة ده solar بيين قوي ان اللازرق الفاتح بتاع اللونر أكبر من اللازرق الغمق بتاع السولر وده اللي احنا اتفقنا عليه من شوية قلتلكم ان تأثير الشمس هو تقريبا نص تأثير الأمر لذلك هتلاقي ان فعلا التايد بتاعة اللونر أكبر بكتير من التايد بتاعة السولر طيب السؤال اللي يطرح نفسه انت بتقول لي إلا أنا عندي اتنين تايد واحدة جاية من الشمس والتانية جاية من الأمر طيب هو اللي اتنين مع بعض مش في النهاية هيعملوا combined effect ويديني تايد واحدة قدامي آه فعلا ده اللي بيحصل فهما بيتقسموا على أرض الواقع في الدراسات الهايدرولوجية لتايد جاية من الشمس وطايد جاية من الأمر ولكن في النهاية للمواطن العادي اللي ماشي عشانت هو شايف المنسوب يا زاد يا قل ومن هنا هنبدأ نعرف نوعين من التايد نوع اسمه spring tide ونوع تاني اسمه نيب تايد طب يعني سبرينج تايد من ايه نيه تايد بيقول لي سبرينج تايد ده يعني ان ظاهرة المد والجزر في أقصى قيمها سواء بالموجب أو بالسالب سواء المية علية قوي سواء المية وجية قوي أما النيب تايد بيقول لي لا هو ظاهرة المد والجزر في أقل قيمة لها وليست فيه أكبر قيمة لها تب ازاي ده يحصل وده زاي ده يحصل تعالك كده بص معي ظاهرة spring tide عندما يكون الأرض أو المكان اللي بتدرسه في الأرض كلينا بنقولش الأرض بشكل عام لإن حاليا نحن بنتكلم على نقطة معينة في الأرض النقطة دي الليزر بتاع الماوس ظاهر قدامكم أو لا آه دكتور ظاهر جميل قوي النقطة اللي أنا وقف عليها بالليزر دي دي اللي أنا بادرسها أو النقطة اللي قدامها الناحية التانية لما باجي أدرس أي نقطة بادرس النقطة والمقابل لها الناحية التانية ده اللي نحن بنتكلم عليه دلوقتي عندما تكون النقطة اللي أنت بتدرسها على نفس الخط مع الأمر ومع الشمس أصبح في الوقت ده الأمر بيباجي قاوة المية لبرا والشمس كمان بتاخد المية في نفس الاتجاه متخيل؟ اللي اتنين بياخدوا المية في نفس الاتجاه ده بيقدي أن المية بتطلع تبقى عالية قوي في أقصى قيمها بسبب اللي أنا خدت تأثير السولر كامل وتأثير اللونر كمان كامل اللي اتنين على بعض جمعوا على بعض جابوا لي فرق كبير جابوا لي مجموع كبير قوي لذلك بيقول لك إن هوت هاز additive effect additive يعني مجموعة أو جمعي تأثير جمعي باخد اللونر مع السولر يجب لي additive effect ده بيعمل لي extra high tide high tide عالية جدا في المنطقتين دولار ولكن في المقابل خد بالك المنطقة بقى دي اللي فوق والمنطقة اللي تحت قدامها هي بقى very low tide ليه very low tide ما أنت لما سحبت المية نتيجة الأمر هنا هو المية قلت هنا هو ونفس الكلام لما سحبت المية نتيجة الشمس هنا هو المية قلت هنا هو فبالتالي منصوب المية في النقطة دي والنقطة اللي قدامها النحية التانية دي قال لي جدا وسبب ما يسمى بالvery low tide فلذلك spring tide بيسبب لي tide عالية جدا مناسبة عالية جدا للمية وفي نفس الوقت مناسبة واضحة جدا للمية أما الوضع مش كده هو الوضع في النيب تايد إنه على طول مش هتلاقي التلاتة على نفس الخط الشمس والأمر والنقطة اللي أنت بتدرسها لأ ده أنت هتلاقي الشمس مع النقطة اللي أنت بتدرسها مع الأمر عاملين زاوية قائمة زي ما أنت شايف كده هو طيب أما الشمس بتسحب المية هنا فلما تسحب المية مطرح ما أنا واقف كده هو المية تقل عند المكان اللي زاد فيه المنسوب بسبب الأمر أصبح تأثير الأمر والشمس بيشيروا بعض بشكل جزئي جزء من تأثير القمر اتشال بسبب أن تأثير الشمس عكسي بقالك في الآخر ما يسمى بالمودرت تايد يعني إيه مودرت تايد لأ يعني حاجة وسط أنا ولا عندي تايد عالي ولا عالي قوي ولا واطي قوي لا هو طايد زاد وطايد أليل بس كده هو عشان كده بنسميه مودرت تايد يعني نلخص الكلام دوت كده هو أنا الوضع بتاع الشمس والأمر والأرض هيديني نعمل لتنين يا سبرينج تايد يا نيب تايد لو التلاثة واقعين على نفس الخط بيديني ما يسمى بالسبرينج تايد لو الزاوية قائمة زي ما أنتوا شايفين كده هو هتلاقي أن التأثير بتاعه اسمه النيب طايد طب الشكل دوت بيظهر إمتى في الشهر ما هو خد بالك السبرينج تايد بتطلع مرتين كل شهر والنيب تايد برضو مرتين كل شهر ما هو في بداية الشهر وفي منتصف الشهر هتلاقي أن الأمر يا إما نيو مون يا إما فول مون صح؟ يعني في نص الشهر بنلاقي الأمر منور بدر كامل كده هو تليه لأن إحنا عاملين فول مون أو الوضع اللي أنا فيه اسمه فول مون في حالة بداية الشهر وفي حالة منتصف الشهر في الحالتين دولت هتلاقي على طول عندي سبرينج تايد أما في الربع الأول من الشهر والربع الثالث من الشهر الأمر بيبقى في الوضع العمودي مع الشمس ولذلك بينتج النيب تايد يبقى أنا عندي شهر خلال أي شهر قمري عندي مرتين ومرتين نيب تايد ظهرين عندي عايز أستوقف دلوقتي وأتأكد في أي حاجة في الكلام اللي إحنا اللي قلناه لغاية دلوقتي مش واضحة لا تماما دكتور لا تماما دكتور تمام جميل قوي أنا شايف العدد بتاعنا وصل لأربعة ده أربعة بي ولا أربعة من الجري لا أربعة من الجري أنتوا أربعة وأنا وأنا كده الخامس هل ذا الطبيعي ولا كله راح ينام وسبب المحاضرة هو ممكن بس حقيقا دكتور عشان الدرس معلومات خدناها بل كيف ممكن تكون الناس مشيت أو كده بس أه يعني أنتم معلومات دي تخدتوها لغاية قبل كدوات في الراي أه طب هل ده مش بسبب أن المحاضرة ريكوردد والناس تعبانة فهتخش اتنام وتقول لك المحاضرة كده ريكوردد كده أصحى بكرة أسمعها وأنا فيق لا هو عددنا دايما يعني ما بيبقاش كتير كده دايما أه أنا عايز أوصل مش عارف الصراحة دكتور أنا متخيل بس هو برضو مش هيبقى كتير يعني بس مش أربعة أه فهل هل الأكشن المناسب اللي احنا نوقف بسبب أن الناس ما تلاقيش مصدر اللي هي تفهم الكلام ده إلا مع نفسها وبعد كده هو نبدأ نشوف الوضع الطبيعي لأن أكيد أول محاضرة لما تيجي ألاقي المنظر بالمنظر دوت أكيد مش حاجة خالص مش إمديكيشن كويس بالنسبة لي صح ألا غلط صح دكتور أحضرتك طبعا موسمك أستأذن حضرتك لأعيني أننا ننبه عليهم إن شاء الله من المرة جاي بالعدد كويس حضرتك خلاص خلاص ماشي مفيش مشكلة أنا حسيب الريكوردينج المرة دي وهم أكيد لما يسمعوا حيوصل لهم المعلومة لو حد أفكر منهم يسمع المحاضرة فأنا حسيب ومن المرة الجاية نبه على زمالك كلها من المحاضرة لن تكون ريكوردد لو المعاد الساعة تسعة مش مناسب لكم عايز أقول لكم والله والله مناسب ليا ولا مناسب ليا بس أنا باجي على نفسي عشان خاطر أريحكم فلو المعاد متأخر وإنتوا تعبنين وعايزين ترجعوه يوم تاني يبقى بدري أنا معاكم في أي حاجة بحيث اللي احنا الناس معاد تبقى الناس فيئة فيه أنا برضو مش عايز أظلم واحد ممكن جزء منكم كان عنده كلية النهاردة وقاعد في الكلية لغاية الساعة أربعة خمسة وجاية تعبن وبرضو أنا لازم أقدر حالتك كطالب في خلال دراستك فلو المعاد لو السبب إن الناس ما بتحضرش إن المعاد متأخر لا أنا مش حالة إن المعاد متأخر خالص أنا قلت أمشي على زي ما أنتم كنتم ماشيين خلاص سلام حضر هنبه عليهم محاضرة دكتور بالضبط يعني حسب لكم الموضوع دوت في خلال الإسبوع دوت اللي أنا رقم واحد تنبه على الكل إن المحاضرة لن تكون مرة أخرى دي آخر محاضرة هتبقى مرة أخرى الحاجة التانية إن المعاد لو متأخر ومش من نسب الأغلبية وعايزين تتفقوا على معاد تاني بل لهون ونتتفق مع بعض على معاد يكون في البدري حتى في يوم أجازة بالنسبة لكم مثلا عايزين ممكن أتأكد أولا هتبقى حتى لو العدد كان كتير ولا هو كده خاص مش تبقى ريكوردد بعد كده لا أنا زي ما تقول لا طبعا لو العدد لو العدد موجود والناس بتحضر حسيب الريكوردينج زي ما هو أنا الريكوردينج حاجة كويسة لأي طالب اللي هو يرجع لها وقت ما يحب حاجة معينة فدي حاجة كويسة ولكن لو الريكوردينج حيقضي إلى إن في ناس ملتازمة بتحضر وبتيجي على نفسها وبتتعب وناس تانية قفلة الكمبيوتر خالص ونايمة على أساس أن المحاضرة ريكوردد أسمعها بكرة طبعا نحضر ليه فده النهاية ريكوردد ممكن يكون هو دوت السبب الرئيسي خصوصا لأنا أعتقد لما بصيت على العدد من شوية كنا تسعة تقريبا دلوقتي إحنا خمسة فمعنى كده أن في ناس بتستسهل هتقول لك كده كده المحاضرة ريكوردد دخل الطمين اللي هي ريكوردد فأنا بس عايز أتأكد أن مش ريكوردينج هو اللي ما خلي الناس تستهتر بس أنا ده جزء من المساواة بينكم خدوا بالكم يعني أنا قدامي دلوقتي أحمد وأحمد وإسلام ومحمد ومين كمان حد كاتب اسمه أو مكتوب اسمه بالعربي مين المكتوب باسمه العربي مش عارف أقراء عندي عبد الفتاح وعبد الفتاح عبد الفتاح معنا ولا مش معنا عبد الفتاح عبد الفتاح دولة أنتوا أنتوا الموجودين فهل يعني أنتوا كده بتبذلوا مجهود أكتر من زمايلكم فأنا كده كده هكافئكم بطريقتي يخدوا بالكم كده كده أنا عندي مكافئة بطريقتي أنا ديكم يعني مبدئيا كده هو تخلينا نتكلم بس في آخر المحاضرة الناس اللي حضرت النهارده إيه الفرق بينها وبين زماي لها ولكن مش عايز برضو أن المكافئة دي تمكنش كافية بالنسبة لكم أنا قدامي خمسة هيحضروا كل التير وبياخدوا من وقتهم ساعتين بيعودوا بيسمعوا المحاضرة غيرهم بيستسهل وبياخد المحاضرة على الجاهز بعد كده هو تسمعها في السكة وهو رايح الكلية في الأوتوبيس يشغلها كأنها كست بيستمتع بيه في السكة أكيد تأديري للمكتهد غير تأديري للي بيستسهل فخلينا الموضوع دوت عشان خطف ما طولتش عليكم بس نناقش بشكل تفصيلي بعد كده هو وفي آخر المحاضرة هشوف بإذن الله إنتوا نكافئكو نكمل بس الجزء أنا مش هطول عليكم على فكرة أنا أول محاضرة ما بحبش التكي فيها خالص في القنت خالص الجزء بتاع التايدز وخلاص واسبكم مش هنكمل أكتر من كده بس أقفل التايدز بس عشان خطر ما نرجعش تاني لموضوع التايدز اللي احنا خدناه قبل كده طيب عندنا بقى أقصى قيمة بتوصل للتايدز بتوصل أقصى قيمة أكيد إحنا خلاص بقى ترى ما خدنا التايدز في راية عارفين ما تسمى بالإكوتوريال تايد إكوتوريال تايد ديت ظاهرة بتحصل مرتين في السنة يوم 21 مارس ويوم 21 سبتمبر طيب اللي بيحصل يوم 21 مارس و21 سبتمبر بيقول لي الصن والمون هم عموديين على خط الاستواء بيقول لي الصن والمون مع بعض في نفس الاتجاه وهم مع بعض عموديين على خط الاستواء بتاع الأرض الظاهرة بتحصل بتسبب بتسبب إن عدد ساعات النهار والليل بيبقوا equal بالظبط كوريسبوندي بقى مع ظاهرة إن عدد الساعات بقى equal بالظبط بيحصل ما يسمى بالإكوتوريال تايد ده الهايست سبرينج تايد أقصى قيمة من السبرينج تايد ممكن تحصل يعني معنا كده أعلى مية ممكن توصلي هي هتوصلي يوم 21 مارس و21 سيب طيب أنواع تايدز المختلفة اللي ممكن تحصل عندنا ثلاث أنواع هنتكلم عليهم النوع الأول هو النوع الطبيعي اللي احنا شرحنا من شوية اتنين بيك فوق واثنين بيك تحت ما يسمى بيه السيمي ديورنال تايد إيه هي السيمي ديورنال تايد وطوله ووترز دي نفس الرسمة اللي احنا رسمناها من شوية ولو خدت بالك التريند أو الاتيتيود بتاع الكيرف واحد أنا طلعت لغاية منسوب نزلت لغاية منسوب رجعت لنفس المنسوب اللي طلعت له من شوية نزلت لنفس المنسوب اللي نزلت له من شوية فلذلك الاتيتيود واضح قوي قدامك عملت كده زي السين ويف السين ويف ماشي بالمنظر دوت هو ده اللي اسمه وده الواقع الأكثر في الشواطئ زي ما حنشوف كمان شوية النوع التاني ما يسمى بيه الميكسد طايد الميكسد طايد هو ده النوع اللي بيظهر فيه بشكل وضح جدا إيكواليتي في الهاي واللو ووترز لو خدت بالك أعلى نقطة هنا هوت لما وصلت لها لما جيت وصلت لها تاني كمان شوية وصلت لها بس اللو ورهاي طايد يعني ايه يعني منسوب أقل من المنسوب اللي وصلت له من شوية على عكس السميدرنال تايد أنا رجعت لنفس المنسوب تاني أما هنا لا أنا رجعت لمنسوب أقل منه وهكذا الوضع بالنسبة ليه اللو أنا هنا كنت في منسوب ده اللو رجعت ما رجعتش لنفس المنسوب لا ده أنا رجعت المنسوب أقل منه كمان أي شكل مختلف وملعبك بأي كيفية ما بنسميه في الآخر النوع التاني اللي هو اسمه الميكسد تايد النوع التالت ببساطة هو نص النوع الأولاني النوع الأولاني احنا قلنا عندنا اتنين هاي واتنين لو النوع التالت هو واحدة هاي وواحدة لو يا دوبك أنا حاجي في نص اليوم أوصل أبقى هاي تايد واجي في آخر اليوم أوصل أبقى لو تايد تاني وأرجع عيد الكلام ده واتكون تاني يبقى اتنين هاي تايد اتنين لو تايد سمي ديرنل واحدة هاي تايد واحدة لو تايد ديرنل أما أي ميكس مختلف في الهاي واللو بيستشعلي في الآخر النوع الثالث اللي هو اسمه الميكس تايد وناخد بالنا إن عندنا فطرتين بنبدأ اللي إحنا نتكلم عليهم في خلال دراسة التايد هي التايد بيريود اللي بنتقل من هاي ووتر للووتر بنسميها الاب تايد أو الفولين تايد أما عندما أنتقل العكس من اللو ووتر للهاي ووتر بنسميها الفلوت تايد أو الريزين تايد كل دي طبعا مصطلحات عارفينها في التايد الرسمة اللي قدامك دي رسمة بتمثلك أماكن الشواطئ اللي موجودة في العالم كله وأنواع التايد بتاعت احنا اتفعنا عندنا ثلاث أنواع السيمي الميكس لو خدت بالك أكتر لون موجودة عندك على الشواطئ هل هو اللغدر ولا الأصفر ولا الأحمر بصوا كده هو اللون الغالب هو اللغدر ولا الأصفر الأحمر الأغدر برافو اللون الأغدر وده بالفعل هو الأكشوال كيس إن أغلب الشواطئ تتعرض لسيمي ديرنال تايد أما الدييرنال تايد موجود بشكل قليل حول العالم زي ما أنتم شايفين النقطة الصفرة قليلة أكتر منها هتلاقي الميكس التايد موجود على شواطئ أكتر في الكرة الأرضية بالمصدر اللي قدامك دوت ده يوضح لك الأماكن اللي موجودة للتايد طيب كل بقى الكلام اللي أنت عملت تحكيهولي دوت بتحكيهولي ليه وحيفرق معنا إيه في المساحة لا حيفرق معنا تخير جدا في المساحة لأن جميع المناسيب بتاعتنا حتتنسب لما يسمى ديتم نفس الهيط ديتم زمان في تانية مدني خدنا أحد الديتم للمستخدمة في قياس المنصوب أي منصوب حد متذكر يفكرني المين سي ليبل برافو المين سي ليبل خدنا أحد الديتم اللي اسمه المين سي ليبل اللي هو متوسط منصوب سطح الميا على مدار فترة طويلة جدا 60-70 سنة أخذ 60-70 سنة واجب مناصيب الميا واجب لها متوسط في الآخر المتوسط ده هو هيبقى الزيره بتاعي اللي أنا أي رقم فوقي يبقى بالموجب أي رقم تحتي يبقى بالسالب بس مش في جميع الأحيان على فكرة الديتم بتاعي أو الزيره بتاعي هو المين سي ليبل في أحد الأحيان الأخرى هتلاقي الديتم حاجة مختلفة ومنين هو لازم نبدأ الأول نشوف أي أنواع الديتم المختلفة اللي أنا زي ما اتفقتي معاك وليه عشان جميع المناسيب والديبشيز بعد كده لازم تحصل لها لنفس الديتم ماينفعش أشتغل شغلانا باتنين ديتم هو ديتم واحد بس اللي هستخدمه لشان كده جيت عرفت لك الديتم هو السطح اللي جميع المناسيب متنسبة لي تبتعلك ده هو تنستعرض بسرعة المناسيب المختلفة أو الديتم المختلفة اللي يمكن استخدامها في الأعمال الديبشيز أو الليفلينج بتاعة المية لو خدت بالك قبل ما أبدأ أشوف المناسيب لما بيكون فرق المية ما بين أقصى قيم وفوق وأقصى قيمه تحت عالي قوي دي بتبقى سبرينج ولا نيب تايد العالي بيبقى سبرينج ولا نيد ولا نيب العالي سبرينج كده برابو أما الواطي زي ما انت شايفت كده في الفرر اللي في النص ديت بيبقى هو النيب تايد لو خدت بالك النيب تايد العالي بتاعه مش عالي قوي والواطي بتاعه مش واطي قوي لذلك هو نيب تايد أما إنه هو تنبدأ نطلع بأول اتنين دتاً بتاعنا المين هاي ووتر سبرينج هنسميه M H W S اختصار لمين هاي ووتر سبرينج وهبدأ أعرفه لك إنه إيه هو المين هاي ووتر سبرينج هو الأفريج of the two high tides on the days of spring tides يعني الأيام اللي فيها سبرينج تايد أنا عندي كم هاي تايد؟ عندي اتنين أخذ متوسط الاتنين في الأيام كلها على بعض خلال فترة زمنية محددة ده يديني ما يسمى بالمين هاي ووتر سبرينج زي ما عندي مين هاي ووتر سبرينج عندي مين لووتر سبرينج برضو اللي سبرينج تايد جابتلي واطي واطي قوي عندي اتنين كل يوم في خلال أيام معينة خلال فترة زمنية معينة المتوسط بتاعهم يجيبلي المين لووتر سبرينج زي ما عملت مين هاي ووتر سبرينج هيبقى عندي مين هاي ووتر نيب الفرق الوحيد أني بدل ما اشتغلت على الأيام اللي فيها سبرينج تايد هشتغل على الأيام اللي فيها نيب تايد ونفس الكلام بالضبط بالمين لووتر نيب التعريف بتاعه لو خدت بالك مش هيختلف إطلاقا التعريف من المين هاي ووتر سبرينج للمين هاي ووتر نيب فرق فقط في كلمة واحدة بدل ما قلت بقت وهكذا الفرق ما بين المين لووتر نيب والمين لووتر سبرينج الفرق الوحيد هو برضو جي من النيب تايد والسبرينج تايد كلمة واحدة بس هي الفرق في التعريف طبع عندنا ايه تاني عندنا الديتام اللي احنا اصلا عارفينه من زمان المين سي لابل متوسط منسوب سطح المية على مدار وقت كبير جدا عشان كده هتلاقي راشق في النص في النص دوت هو المين سي لابل متوسط منسوب سطح المية ده احد الديتام المستخدمة طبعا بكسرة جدا وعندنا في المساحة بنستخدمها على طول عندنا كمان اتنين بيتام ايه هم بقى عندي ما يسمى به الـ او اختصار للهيست اخرونيكال تايد وعندي ما يسمى باللويست اخرونيكال تايد لو خدت بالك الهيست اخرونيكال تايد هو اعلى واحد فوق واللويست اخرونيكال تايد هو اوطة واحد تحت طب ايه الفرق ما بينهم بيقول لي الهيست أسترونيكال تايد ده بيقول لي هو أقصى قيمة للمد والجزر أو غالدينا في المد حالين احنا نتكلم في الهي يمكن التنبؤ بيها انت عملت لها بريديكشن مش دالة حصل على أرض الواقع بس انت عملت لها بريديكشن وحطت في الاعتبار العوامل الجوية المؤثرة من درجة حرارة وضغط جوي ورتوبة ورياح الكلام ده كله على بعض ويخليك تعمل بريديكشن لما يسمى بالuns일 اترونيكال تايد واللوه تايد طبعاً اللوه تايد ديتا مهم جداً زيه زي المين سي لابل إذا أخدت بالك أنا أكدب لك هنا أهو المين سي لابل ده اللي أنا غالباً أي مابس ما هو مابس دا عني إحنا بتوع المساحة الدابس بنسبه للمين سي لابل فعلاً إحنا بنحب ننسب للمين سي لابل أما النوتيتيكالي شاررك اللي أنا أت كلمت عليها في الأول الشاريتي اللي مستخدمة في النافيجيشن داخل المية الديتام بتاعها غالبا الديتام بتاعها بيبقى اللوست أسترونوميكال التايد هو دو بيبقى الديتام الموجود بتاعها طبعا الرسمة هتلاقي عليها شوية تعريفات بينلك طبعا يعني لو خدت بالك ما بين المين هاي ووتر نية سبرينج والمين هاي ووتر نيب فيه ديتام في النص الديتام ده اللي في النص ده على فكرة لو خدت بالك هو عبارة عن الديتام المتوسط ما بين الـ M-H-W-S والم اتش دابليو ان وهكذا المينلي والووتر هو الديتام المتوسط ما بين الام ال دابليو ان والام ال دابليو اس وعندنا كمان ما يسمى بالرينج بتاع التايد الرينج هو عبارة عن اقصى مسافة او اقصى قيمة ما بين الهاي واللو اللي احنا اتفقنا في السبرينج حلاقي ان الرينج كبير جدا اما في النيب حلاقي ان الرينج صغير جدا زي ما احنا شايفين كده هو دا ما يسمى بالرينج بتاع التايد بتحرك في حدود ايه ما بين دوت ودوت طبعا يجب التنويه ان الديتامز غالبا بيتم دراسة مسافة زمنية او فقرة زمنية بتبقى في الغالب 19 سنة سمعش معنى 19 سنة بيقول لي لان في خلال التسعة عشر سنة دوت الموديوليشن او تمثيل مكونات الامر هو بيفضل ثابت زي ما هو في ظاهرة تعرف باسم وبالتالي ان العلاقة ما بين الامر والارض وتأثيرها على التايدز بنبقى درسنا السايكل كاملة الدورة كاملة درسناها لكن لو انا خدت عشر سنين بسك انا خدت نص الدورة فبالتالي بتبقى الدراسة يا شبهة بعد المصداقية ولذلك الديتمز جرى العارف اللي هي بتتدرس على مدار 19 سنة ونقف عند هنا هوت كفاية كده لغاية دلوقتي عشان خاطر اول مرة ما نتركش قوي عليكم نبقى مطلبين بس المرات لغاية المرحلة ديت فقط انا عايز الاول قبل ما في اي حاجة في الكلام اللي فات مش واضحة بس دكتور في حاجة يعني احنا كما اخدناها في راي الاسامة كانت تعتبر هي هي معادة بس كان يعني كان اسم الثالث فمعليش لو انا سألتك عليها في المساحة جوابها لي زي ما انا جابها لك لو هم اسألوك عليها جوابها لهم بس يعني عايز اقول لك يعني خلاص تلما مكتوبة عندك هناك كده هوت لو انا جبت لك السؤال ده في الامتحان انا هرعي الموضوع ده كده كده دكتور رحمد بلح بعادلي المحاضرات كلها بتاعتكم الله استهى محاضراتك فهرعي يعني انت لو بتقول لي انا هنا بقى ايلهلك كذا وانت كتبتها لي بمصطلح الراي انا استحال احسبها لك غلط الا لما افتح محاضرات الراي واتأكد ان هي مكتوبة كده هناك ما تقلقش خالص من الموضوع ده شكرا لحركة دكتور عفوا في اي سؤال تاني عندنا في خلال ال 12 سلايد اللي نقشناه من ده موضوع بسيط قوي قوي ما فيهوش اي مشكلة في خلال الوقت اللي احنا قعدناه اعتقد احنا ما تأخرنوش الحمد لله ساعة وكالتة اهوة لغاية دلوقتي طيب بالنسبة لكو انتو الخمسة انا فيه اتندنس شيت بقدر هنزله من هنا اهوة فيه اتندنس شيت انا نزل تقول لكده اهوة فيه اتندنس لست سنقدم